على الرغم من لهيب حمام السياسة الوارد عن الاختلاف بين الجارين فلم يستطع حرق الروابث المثينة بين الشعبين المغربي والجزائري الذي تجمعهما أواصل الدين والتاريخ واللغة وتؤرقهما مشاغل الحاضر ويتطلعان لمستقبل أفضل فكلما اشتعلت نيران الاختلاف في شعاب السياسة وهي التي أتت على الكثير من الأفئدة إلا وتبعها من يذكر من خلال مساحات الترابط الشاسعة أن الشعبين الجزائري والمغربي خاوة خاوة وأن العلاقات بينهما أكبر من أن تبتلى بتصريحات أو قدائف فارغة على الأرجح من أفواه السياسيين أو أشباه الدبلوماسيين ومثالا على ذلك ما يجري في رحل فضاء الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي التي لم تنل منها القرارات السلطوية على الأقل لحكام قصر المرادية بجعلها مقطوعة مثلها مثل الحدود الجغرافية فهناك من استنكر وهناك من ذكر بوجوب التزام أواصر الاحترام والكياسة واعتبار القواسم المشتركة بين الجزائري والمغربي لأنها كثيرة كالدم والمصاهرة والتصوف والفن واللهجة وأحيانا أخرى حتى في السياسة التي كانت عاملة فرقة وعمرت لسانوات طويلة من الشد والجذب وغياب التعاون والتنسيق المفترض لكن رغم ذلك فقد كان لتقارب العادات وتشابهها بين الشعبين خصوصا في المناطق المتاخمة للحدود بين البلدين دور في تعزيز التزاوج والمصاهرة بين العائلات المغربية والجزائرية مما كون رابطة دم قوية لا يمكن لأي عاصفة سياسية أن تهزها فبعض الإحصائيات الرسمية تقول أن عدد العائلات الجزائرية المقيمة في المغرب يتعدى عددها الخمسة عشر ألف وبنفس العدد تقريبا يوجد مغاربة في الجزائر دون احتساب الأعداد الهائلة من الشعبين والذين لم تشملهم لوائح التسجيل وهو مؤشر على مدى الترابط المتين زد على ذلك دلالات التشابه الواضحة بين الشعبين حتى في الذوق والفن فقد يخفى على الكثيرين أن أغنية المكناسية التي أدها عميد الأغنية الشعبية الجزائرية المرحوم الحاج محمد العنقى كتب أبياتها الكاتب المغربي قدر العالمي ليرسمها معا لوحة فانية باهرة سطرت ملامحها بإحدى المدن المغربية وطبعت الفن المشترك الشعبي بين المغرب والجزائر